تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست كالعادة مع أبرز قصص وتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي والبداية كالعادة بعد العنوين الأقوى منذ عدة أشهر مقتلوا وإصابة عشرات الأشخاص في قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية في مدينة مصياف بريف حما بعد أيام من إيها في منصات واعتقال أصحابها وزارة الإعلام التابعة للنظام تطلق شكوى أو خدمة الشكوى الإلكترونية وتبرر حفاظا على قيم المجتمع ليس جديدا ولكن متجدد قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في سوريا هذه المرة في حما تحديدا قرب مدينة مصياف بريف حما الهجوم الإسرائيلي الجديد يعد الأقوى خلال الأشهر الفائتة إذ أسفر عن مقتل ثمانية عشر شخصا وإصابة عشرات الأشخاص بينهم عدة حالات حرجة بحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام رد نظام على القصف الإسرائيلي كان كالمعتاد الإدانة والشجب حيث أصدرت وزارة خارجية النظام بيانا دان فيه النظام القصف وأكد على حقه في الدفاع على سيادة أو عن سيادة سوريا السيادة التي يقول البعض لم يتبقى منها شيء بطبيعة الحال البيان يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات مساء أمس الأحد من جهة شمال غربي لبنان استهدفت فيها عددا من المناطق وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص وتسببت بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية القصف طال أيضا عدة مواقع أبرزها مركز البحوث العلمية الخاصة بإنتاج أسلحة كيميائية في منطقة الزاوي بمصياف بحسب وكالة رويترز أما المصادر المحلية فتحدثت عن أن القصف أحدث ثلاثة عشر انفجارا توزعت في منطقة البحوث العلمية بمصياف كما سقط صاروخان في موقعين بمنطقة الزاوي بريف مصياف وموقع على طريق مصياف وادي العيون وموقع آخر بمنطقة حير عباس في ريف حما مقاطع فيديو كثيرا تشرت منذ يوم أمس وحتى الآن على منصات مواقع التواصل الاجتماعي جميعها ترصد اللحظات الأولى للقصف نتابع مقتطفات من هذه المقاطع ترجمة نانسي قنقر اعلام النظام نشر صورا وفيديوهات لأضرار مادية في ضحية المجد بريف أو بمدينة ترطوس تحديدا قال إنها من أثر القصف الإسرائيلي ولكن بحسب ما تظهر هذه الصور بحسب مصادر محلية فإن هذا الدمار الحاصل في ضحية المجد هو نتيجة لسقوط صاروخ دفاع جديد أطلقته المضادات الأرضية التابعة للنظام مشاهد من الأضرار الناتجة عن سقوط صاروخ دفاع جوي في منطقة ضحية المجد في ترطوس نشرتها الإخبارية السورية تحت عنوان من الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي في هذا التقرير أو هذه المادة ترجمة نانسي قنقر إذن كانت هذه مشاهد لما قالت الإخبارية السورية أنه من أثار العدوان الإسرائيلي على منصياف بريف حما فيما قالت مصادر أخرى أنه بسبب المضادات الأرضية التي تم إطلاقها للرد على القصف الإسرائيلي وهي في ترطوس كما قلنا في ضحية المجد القصف الإسرائيلي تسبب أيضا بحدوث حرائق في محيط مصياف منها هذا الفيديو الذي نشرته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عجت بصور وأسماء القتلى معظمهم عناصر في جيش النظام وبحسب ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الأسماء التي قضت في هذا القصف هي على الشكل التالي نزار عزيز مرهج صبورة مصياف أحمد عزيز مرهج صبورة مصياف أيضا عزيز أحمد مرهج أيضا من صبورة مصياف ورائد أحمد علي من حراج مصياف القندارة تميم عادل يوسف ربعه وحسن والنوس أصيلة ويوسف سليم فرج من حيالين وأحمد علي الفرق من مصياف وعبد الله بسام قهوجي مصياف ومجد أحمد الراشد مصياف ومحمد أحمد عيسى بالقندارة وحسين ديوب مجهول لم يعرف من أين من أي بلدة أيضا خليل محسن مخلوف ورامي وهيب يوسف من حمص ومنهل محمد شهين من المشرفة ويوسف نصر عبد الله وبالإضافة إلى قتيل مجهول الهوية لم يعرف أو لم تعرف شخصيته بعد عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي نشرت فيديوهات قالت إنها لتشييع القتلة من بينها كان هذا الفيديو الذي يظهر تشييع ثلاثة عناصر من قوات النظام من المشفى الوطني في مصياف تنكر سلاح قدم سلاح الله أكبر طبعا نعتذر عن لفظ اسم بلدة ألف دارة قبل قليل بشكل خاطئ وبالحديث عن القتلة نشر نادي الاتحاد نادي أهلي حلب كما يعرف باسمه الجديد نشر بيان تعزية على معرفاته الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي نعى فيها علي قاسم وعلي قاسم هو ناجل رئيس نادي الجيش العميد مازين قاسم وهذا كان نص التعزية الذي نشر على صفحة رسمية لنادي الأهلي وأيضا على صفحة شادي حلوي الرئيس التنفيذي الجديد للنادي تقول التعزية رئيس أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد أهلي حلب وكوادره يتقدمون بأحر التعازي لأسرة نادي الجيش العربي السوري ولسيادة العميد مازين أنيس قاسم رئيس النادي باستشهاد نجله الشاب علي قاسم جراء العضوان الصهيوني الغاشم داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بوسع رحمته وإن الله وإن إليه راجعونه ولكن الملفت في هذا الأمر أو في هذه التعزية أن أسم علي قاسم لم يكن من بين الأسماء التي تم تدولها للقتلة التي قرأناها قبل قليل وأن نادي الاتحاد أو أهلي حلب وحده من نشر هذا الخبر وطبعا بالإضافة لصفحة شادي حلوي الرسمية وحدهم أو وحدهما من نشرا الخبر بهذه الصيغة مرجعين أو مرجعين سبب الوفاة إلى القصف الإسرائيلي فالصفحة الرسمية لنادي الجيش تناولت هذا الخبر نشرت هذه التعزية كما نشاهدها على أنها لوفاة وفاة طبيعية لعلي قاسم كذلك عدة منصات رياضية كصفحة نادي الوحدة وصفحة نادي الاتحاد السوري لكرة اليد جميعهم نشروا على أن علي قاسم قضى وفاة طبيعية هذه التعزية تقول رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد أهلي حلب وكوادره هذه طبعا النسخة الثانية التي تم نشرها حذف نادي الاتحاد التعزية الماضية التي قرأناها ونشر هذه التعزية الجديدة التي حذف منها عبارة العدوان الصهيوني أو بسبب العدوان الصهيوني واكتفى بالقول بأن رئيس وأعضاء المجلس تقدمون بحر التعازي لأسرة نادي الجيش ولسيادة العميد مازل أنيس قاسم رئيس النادي بوفاة نجله الشاب علي قاسم مع حذف عبارة أنه توفي بسبب القصف على مصياف بريف حماء وتسبب بقتل علي قاسم بالفعل لم يمضي وقت طويل كما قلنا قبل قليل حتى حذفت صفحة نادي الاتحاد الأهلي البيان الأول وعادت نشر التعزية بصيغة الوفاة الطبيعية كما قرأنا وكما شاهدنا في هذا المنشور الجديد الذي عادوا نشره مرة أخرى بالعودة إلى القصف وإلى مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي تم استهدافه دعونا نتابع هذه المادة للمزيد من التفاصيل عن هذا القصف الإسرائيلي الذي استهدف من صياف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا كان هناك كثير من التفاعل حول هذا الحدث طبعا كما قلنا الحدث ليس جديد بل هو متجدد منذ سنوات وإسرائيل تستهدف سوريا تقريبا كل أسبوع أو كل شهر أو حتى بات الأمر شبه يومي حتى تحول خبر قصف إسرائيلي على مواقع لقوات النظام في دمشق وريفها وغيرها من المناطق في سوريا تحول إلى خبر عادي لم يعد يكترث له أحد ولكن هذه المرة كان هناك شيء مختلف أعداد القتلى كبيرة هناك عدد قتلى كبير قلنا قبل قليل ثمانية عشر قتيل حتى الآن وطبعا اللحصائية هذه تتبدل بين اللحظة والأخرى وفي كل لحظة كانوا يتحدثون يوم أمس عن ثلاثة عشر قتيل اليوم ازداد العدد إلى ثمانية عشر بعض الروايات تقول عشرين وهناك عشرات الجرحة إذن هذا تحول لافت في نوعيات القصف الذي تقوم به إسرائيل في المواقع في سوريا وينتظر الجميع وجميع المتابعين ينتظرون الآن أن يرشح اسم من هنا أو هناك لبعض القادة الإيرانيين كما جرت العادة يعني يحدث القصف وفي اليوم التالي أو في اليوم الذي يليه يعني يظهر اسم حاج أو يظهر اسم قائد إلى ما هناك من هذا الموضوع إذن كان هناك تفاعل كبير على هذا القصف على ريف حما خالد هنا يقول نطالب الرئيس يخرج بخطاب يقول به سنحتفظ بحق الرد أما شادي يقول وين السيادة وين الكرامة وين المقاومة وين السلاح يعني إذا يقصف الإسرائيلي ليل النهار ويمسح الحجر والبشر بسوريا معقول رح نظل ساكتين ونتفرج بس والله في شيء مطبيعي وراء هالسكوت حسام المصطفى يقول أيضا أين روسيا أين روسيا التي استولت على السواحل السورية أين إيران التي استولت على القرار السوري أيضا نظام المقاول والسمسار الذي باع البلد لآلاف الميليشيات العراقية والإيرانية داخل سوريا يكمل حسام بالقول لماذا لم يفتح جبهة الجولان لماذا يطالبون الأردن بفتح حدودها للذهاب إلى فلسطين بينما الجولان أقرب مسرحيات قديمة حفاظا على قيمه وأخلاق الشعب السوري وثوابته الوطنية تحت هذا العنوان العريض والبراق تبرر وزارة الإعلام التابعة على النظام إطلاق خدمة سمتها أو أسمتها الشكوة الإلكترونية لماذا قال للإبلاغ عن المنصات والصفحات المسيئة لقيم وأخلاق الشعب السوري بحسب تعبيرها الإعلان هذا جاء بعد بياد لوزارة الإعلام نشرته منصات إعلامية للنظام جاء فيه بأن وزارة الإعلام تعبر عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي من مضامين هابطات تنتهك حرمة الأداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية وإحالة المسؤولين عنها والمشاركين فيها إلى القضاء المختص وفي إطار حرص وزارة الإعلام بحسب البيان على تفعيل سبل التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية بغرض مساهمتهم في الحفاظ على قيم المجتمع وإخلاقياته وآدابه العامة تعلن مديرية الرصد في الوزارة عن توفر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات وصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك عبر إرسالهم رابط المنصة الرقمية أو صفحة التواصل الاجتماعي إلى رقم هاتف أو إيميل وضعوا الإيميل الخاص بهم في هذا البيان وأيضا وضعوا رقم هاتف من أجل إرسال الروابط وإرسال الشكاوى الإلكترونية على هذا الرقم البيان يأتي بعد عدة أيام من إعلان وزارة الداخلية في حكومة النظام القب على أصحاب منصة على وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين لديهم بعد نشرهم فيديوهات تتضمن الإيساء إلى قيم المجتمع السوري بحسب زعم وزارة الداخلية دعونا نستذكر هذا التسجيل المصور الذي نشرته معرفات وزارة الداخلية قبل أيام تحديدا فرع الجريمة الإلكترونية في إطار متابعة أصحاب الصفحات والمنصات التي يتم من خلالها نشر محتوى مسيح لقيم وعادات المجتمع السوري والأخلاق والآداب العامة ومن خلال المتابعة والرصد تم التوصل لصاحب عدد من المنصات والصفحات وبتوجيه وإشراف من قبل اللواء مدير الإدارة ورئيس الفرع في غرفة العمليات قمنا بعرض المعلومات الرقمية والجنائية عليهم حيث أمر اللواء مدير الإدارة بإلقاء القبض على صاحب المنصات وقمنا بأخذ موافقة المحام العام الأول بدمشق حيث تم تشكيل دورية وتوجهنا إلى المقر الذي تدار منه المنصات والصفحات وتم إلقاء القبض على صاحب المنصات والموظفين الذين يعملون لديه بإدارة وإنشاء المحتوى على هذه المنصات وكانت أدوارهم إما بالمساعدة بالنشر أو المونتاج أو التصوير أو التمثيل لا تزال تحقيقاتنا مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولا في التعليقات كتب نور حسن يقول كل الشكر لفرع الجرائم الإلكترونية بالإدارة ضباط وعناصر ومهندسين خلصونا من هالوباء محمد حيناوي أو حناوي يقول أنا زبون دوين بالشكاوي بتوضبوا حالكم كل يوم لكم مني كذا رسالة أما آدم رمادي يقول طيب يا وزارات حظي فهمنا شو معنى قيم المجتمع وأخلاقه على أي أساس يتم الحكم على محتوى أنه فسق والعياذ بالله وعلى محتوى آخر على أنه طاهر والحمد لله ختام ريبوست اليوم مشاهدين لقاء جديد غدا بتمامة السادسة بتوقيتي دمشق الله ذلك الوقت امتبوا بإمان الله إلى اللقاء شكرا